تنفيذاً لتوجيهة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسي الجمهورية بتوفير كافة احتياجات السيدة نوال حسن محمد حسن والمقيمة بمنطقة منشأة ناصر وذلك بعد أن تصادف مرور موكب سيادة الرئيس أثناء جلوسها على رصيف في منطقة أبو رواش وحديثي معها قام التحالف الوطني للعمل أهلي التنموي بزيارة للسيدة نوال وقفة كده جدت نزم العربية وراح مسلم علي وأنا أخذت في الحظم كده بغير فرحاني بي والله الرئيس نفسي يقول لي أيوة أنا أنا مش شرب بيك أنا مش قلت له أنا أدنة اللي مش شربها بيك وتم إهداؤها من التحالف الوطني للعمل أهلي التنموي مجموعة من لجهزة القهربائية الأساسية ودعمها بمبلغ نقضي من خلال مؤسسة أبو العنين عضو التحالف الوطني معايا بن قاعد من شغله ومعايا رجل كبير وحالتنا على قدنا وأنا عزة معاش حتى وعزة بنشتغل هم حاجة هم حاجة تلعناي وعمل كده والله هذا بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع المملوكة للمؤسسة وتحقيق حلمها لأداء عمرة وجال تنسيق إجراءات الصفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنية مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة اشتركوا في القناة